السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومزيكم اخواني عاملين ايه? اخبركم ايه? ان شاء الله تكونوا في خير وفي افضل حالة موضوعنا النهاردة ان احنا هنتكلم عن اسرار في طبعات الجي سيريس باكملة من اول 1400 لحد جي 3411 اول حاجة في ناس كتير اول ما عرفتش من الفيديو ازاي تسحب الخراطين بالحبر بتاعة اللي في الحبر الراحل الهد زي انا شايفين كده في طريقة اسهل من كده بكتير بس ده خاص في الطبعات اللي فيها شاشة عن اي طبع فيها شاشة دية ممكن تعمل عليها اللي هي جي تلاتة 411 وجي تلاتة 410 وجي 2411 فالطريقة كانت تالي بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل نضغط ضغطة واحدة بس هايزهر لك هنا عندهم نفك اللي حان ضغطنا عليها هاتجي جنبى الزاء نوصل لحد رقم عشرة اتنين تلاتة مقبعة خمسة ستة سبعة نمعينية تسعة عشر جميل جده اصنا العشرة الانجزء هنا هنطلع على كلمة او تسوير color هنلاقي الليل للوقتي بتعمل سوف تقوم بعمل خمس دقائق سوف نبص عليها سوف نجد خرطيب تدع تتملع لا تفتح ببس دقائق سوف تتملع هذا هو أول سر بسر الطبعات سوف تتبعوه معنا في أصر كتير في الفيديو ده ان شاء الله سوف تتمنى تفتكم ان شاء الله تتبعوا معلومات كويسة بس المشكلة ان الطريقة دي لو عملتها مرتين أو تدقى أربع مرات في الأسبوع هتخش شفعات الاسمه 5B00 أو خمس تلاف ومية دي كده معناها بيتلقى مش خمس تلاف ومية أسف هيظهر لك 5B00 معناه من الواحد من المصص المصص كانت تلاف ومية أسف لا تتخش شفعات سوف تنصح شفعات الاسمه حتى يعملها بشير اذا كنت ترى خارطين تكملت خارطين تكملت كلها تكملت هاي كانت تفضح خارطين تبعوا معنا بعد الامر زي بالضبط فيه طريقة تانية فيه خطة بعدها طول عشان تخلص المرغان وليسه فيه كثيف فيه قصر كيشة روفي هذه الطبعة هتقعد خمس تعمل كده تحمل لحد ما توقف بعد خمس تزي بالضبط هايجو شايفين الطبعة دي كده وقف نشايت كده على الخارطين الخارطين كده انتوا شايفين هيجت اتواصلت كلها هوا اتواصلت به حبر النظام ده فيه عبان يجبون مهمين جدا ان الحبر بتسحب بسرعة جدا في العملية دي جيد وان لو انت عملتها كذا مرة بتقف بتعمل اعطل 5P00 اللي هو بديجس اينا تتعامل يعني انت لو عملتها كذا مرة الحبر بيتير يعني ممكن اربع خمس مرات مغير من ستجد مرة الحبر ده كله بينزل كما انت شايف اللي عملتها مرتين وبقت عملت كده كان الحبر وكان مستفى فوقنا دي اول سر من اسرار في الطبعات اللي بشاشة اللي هي فيها شاشة تاني سر حضر ده مثلا لو حبيت مثلا ان لو انت بتطبع مثلا على ورق سكر اللي هو ورق اللي هو بيطبع على وش الترثة وعندك البيزر نقط او بيزر خطوط على وش الصورة فعندك حاجة محلين كويسين جدا اول حال بيضغط هنا بتحط اول حاجة ورق كتير هنا وبتضغط على علامته مفك بردك وبتجيبها لحد ما توصل ثمانية معلش اللقط اهيت الجبال حتى ثمانية معلش ثمانية وبعاكد الغط بيلاك هتصلاح ايز ان الورقة بتتصحب عدي جدا هنا ورقة الصحبة تهيت بتصحب اربع مرة ورقة بتطلعه على طول دي كده بتنضف الواحدة للخروج والبكر بتاع صحب الورق من اي مشكلة موجودة في الورق حبر متعلق في البكر خلص الورق خلاص وبعد كده بعد ما تخلص نتدك تدك خليها تسعة ونعمل تصوير نشيل الورق ده بيننا الورقة هنا الورقة حد تتسحب وبعدها ترجع بتطلع قدام وتقفلها ورق بتنضف لتنضيف مكاسب اللي بنا شايفين كده يعني هي بيتنضف ايه؟ بيتنضف البكر دوت البكر ده سابق بقى ليها رواسب فهي بيتنضفه وبتنضف اللي هي الوحليات دي وحل الخروج لو عليها اي ورق سكر او اي حبر بتتضفه تمام؟ اهم شايفين كده لو حبيت طبعا تنعمل لها كليننج او تعمل كليننج بتاع اللي بخاص بالشاشة اي طبع خاص بالشاشة كليننج بتاعها بيبقى تضغط رقم واحد بخليها اتنين مفك اتنين بلاك متعمل كليننج عايز تخليها تابعة تست تمام مفك وزم هي متعمل كده كده هديتبعة تستحبور عشان اجرب الطبع عاملة ازاي؟ هي الصحبة ورقة لا تستحبور يعني واحد تستحبور اتنين تنديب تمانية تسعة تنديب بكر عشرة بتوصيل الخرقين ده ما نشايفين اوات تمام التست تست ما شاء الله كويس جدا فوش اي مشاكل تبقى واني كده هنتكلم دلوقتي بقى عن الاعطال او الاسرار اللي في الطبعات انا مجرش يا شايلية الف وربعمية الف وربعمية واحد واشر الفين ربعمية تلاتة ربعمية كل دول متعلق احنا عندنا الشاشة مررانية عندنا بقى لمبة لمبة اعطال ولمبة اللي هي الباور ما شايفي كده طبعا اي حد بياخد طبعة ديت ببقى لازم يبقى عارف السوفتور بتاعها ماشي ازاي تمام؟ اللمبة دي هي اللي بتعد بتعد عدد الاعطال وده بتعد العدد اللي احنا الشغل بتاعنا يعني التانية كانت فيه شاشة بتوضي اخوه ده لا دي اللمبة دي اللي هنعلم بها يعني هنا الاركم غير مختلف هنا في اي حاجة فيها شاشة مثلا عايزين نعمل لتنضيف الخروج تنضيف الخروج بتاعتنا لازم نعملها عشر مرات شايف اللمبة دي اللي هنعدوها اقدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة زي ما تشايفين كده نعديه من تاني تلاتة اربعة خمسة معلش هاي جات خمسة مش عشرة لغبت انا اصحبت ورقة دي جدا ايه نضيف احنا بنعد عدد اللمبة اللي بتنور دي ونقولها كم مرة وليكن عايزين نعمل تست زي اللي طبعا ده كده بالزبط عايزين نعمل تست ده طبعا مختلفا عنده هنعمل مرهنة مرتين النور داينامول مرتين ادي واحد اثنين دي لنبة اعطال ودي لنبة معناه ان الطبعا فيها اخداء امر من الكمبيوتر وكان الطبعا بتاعتها اتمنى الموضوع قد نلقى جابكم ان شاء الله يكون فيديو فيدكو بحاجات جديدة بخصوص الدعم كانون ومستنى ايه سوف صار لكم بخصوص طبعات كانون وان شاء الله يكون فيديو سهل جدا عليكم ان شاء الله هادي يا صاحب اللي دي الورقة طبعا صاحبة ورقة وبتعاملناك جينيك بتاعها ما شايفين انت الاول هتقلق سبعة كنة عشان التست طبعا اي تست او اي حاجة هتساملة هتقلق سبعة كنة وعد عدد النور اللي هينور فوق هنا بس لمبة واحدة وتسيب ايدك معناها تنضيف لمبة في التانية وتسيب ايدك معناها التست دوت لمبة خمسة وتسيب ايدك معناها التنضيف بتاع البكر اللي هو البكر ده الخروج ده والبكر ده من الموضوع قد نلقى اعجابكم مستني اي تفرد ليكم بخصوص طبعات كانون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته